في يوم التروية أولي أيام الحج يقضي حجاج مملكة البحرين يومهم هذا وليلتهم المقبلة في ميناء قبل أن يسعدوا فجر يوم غدا إلى عرفات لأداء الركن الأعظم نعم وتعمل بعثة البحرين للحج بالتنسيق مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية على ضمان سلامة التفويج من ميناء إلى عرفات ثم إلى مشعري مزدلفة لا تزال مشاعر الفرحة الغامرة لدى حجاج مملكة البحرين معبرة عن شعور كل حج وحجة ففي رحاب مكة المكرمة وفي مقرات سكن حجاج مملكة البحرين وتفويجهم تلتمس الفرحة المعطرة بروحانية الموقف بعد أن من الله عليهم بالحج هذا العام يعني مجرد تحسب شعور غريب يعني كأنك يعني شوية وبالصيحة يعني من كثر معه هي المكان رهيب كل واحد يحب الثاني يايين من أنحاء العالم متحابين ولاحد يزعل على أحد أو يستحمق أو يجادل أو شاي لأن يايين حج وفي شعور جميل لنا كلنا أخوى المسلمين من جميع أنحاء العالم الحمد لله رب العالمين أن الله وفقنا ورجعنا من بعد انقطاع يعني الفرحة بأينا على جميع الحجاج مثل ما تشوفون يعني احنا أول ما دخلنا كلمة الشوق يحملهم يعني فعلا هذه الكلمة صجحنا كلنا مشتوقين ورغم ظروف جائحة كورونا التي حرمت العديد من الحج درءا للمخاطر إلا أن الحج سنة تلو الأخرى يشهد تهيئة كافة المنشآت وتطويرها لجعل ظروف الحج إيجابية لجعل الحج آمنا في حجه مطمئنا في أداء المناسك طبعا يعني سعيد أكثر إذا تطالع عيون الحجاج وتشوف الشوق وحنقول يعني الرغبة حق أداء من نسك الحاجة أحمد الله كثيرا أنه مكننا أن نرجع إلى بيته الحرام ونتشرف أن نكون في خدمة ضيوف الرحمن في خدمة حجاجنا الكرام طبعا بالنسبة لي كطبيبة الاستعدادات الطبية اللي نسويناها شوية أكثر من الاستعدادات كل سنة الحمد لله يعني عقوب ما انتهوا من الطواف الأول البارحة يعني اليوم الكل كان سعيد ومبتهج وكان بالخصوص السنة هذه يعني الحجاج مانا أكثرهم للمرة الأولى يجون الحج ووفق هذا التكامل في الجهود ينعم حجاج مملكة البحرين في ضيافة الرحمن بكل ما من شأنه تيسير الحج عليهم وتخفيف المشقة وما مشاعر الفرح والطمأنينة التي يعبر عنها الحجاج إلا دلالة على عظم الموقف وراحة النفس في تواجدها على أرض مكة المكرمة